حذر وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين من أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس قد تنتشر وتهدد الأمن في كل أرجاء الشرق الأوسط وقال بلينكين خلال مؤتمر صحفي في قطر في إطار جولة إقليمية للحيلولة دون تساع رقعة النزاع إننا إزاء توتراً عميق في المنطقة هذا نزاع قد ينتشر بسهولة ما يزيد من إنعدام الأمن والمعاناة وكذا بلينكين أن زعماء السعودية والأردن وقطر والإمارات وتركيا ستبحث المشاركة فيما يسمى اليوم التالي للحرب على غزة وأن تلك الدول اتفقت على العمل لجهود مساعدة غزة في الاستقرار والتعافي ورسم مسار سياسي مستقبلي وقال أيضاً أن تلك الدول مستعدة لتقديم الالتزامات اللازمة لاتخاذ القرارات الصعبة وتحقيق كل هذه الأهداف موضحاً أنه عرض تلك الالتزامات على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو ومجلس حربه والرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل أن يقدمها لاحقاً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترجمة نانسي قبل أن تقديم الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو لكثير من الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو